ومعنا من بغداد المحلل السياسي وائل الشكر أهلا بك معنا في العراق اليوم بين تصريحات حكومية باستعداد إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المعلن في حزيران المقبل وما ينقل عن لسان المفوضية من عدم القدرة على ذلك لأسباب فنية ومالية كيف يمكن فهم المشهد مساء الخير عليكم وعلى جمهوركم الكريم نرى أن المشهد اليوم لا يوجد أي مسوغ قانوني حقيقة رغم التقصير الحكومي ورغم الإجراءات المفوضية المتخبطة ولكن لا يوجد أي مسوغ لتأجيل الانتخابات الحكومة استكملت كل ما يستلزم المفوضية لإجراء الانتخابات من التحضيرات المادية وكذلك المفوضية أيضا ماضية في تسجيل الكيانات وفتحت فترة لتسجيل الكيانات وغلقتها وأيضا فتحت فترة لتسجيل التحالفات وغلقتها والآن المفوضية تسجل فاتحة عملية تسجيل المرشحين فبالتالي الدعم اللوجستي واستعداداتها كلها كاملة رغم أنه يعني بادية مبكرا يعني هي بادية استعداداتها قبل موعد الانتخابات بخمس تشهر بالتالي المفوضية اليوم تشتغل بأريحية ما نعرف شمال السبب الحقيقي وراء دعوة المفوضية للتأجيل الانتخابات يعني هذا دائما سيد شكر يطرح من قبل بعض الكتل السياسية بأن المفوضية غير مستعدة لإجراء هذه الانتخابات وبالتالي سيلجأ إلى تأجيل هذه الانتخابات حقيقة الكتل السياسية هي التي غير مستعدة لإجراء الانتخابات وليست المفوضية المفوضية يعني على لسان أحد المفوضين المحترمين قال أنا يعني المفوضية على استعداد لإجراء الانتخابات ولكن إذا طلبت الكتل السياسية تأجيل أو تنديد فترة تقديم المرشحين يوم سأجل الانتخابات يوم أجل يومين أجل يومين أجل أسبوع وبالتالي نفهم من الكلام أن الموضوع بيد الكتل السياسية هي التي لا ترغب اليوم بإجراء الانتخابات في موعدها يعني حتى لا يكن مسوي قانوني يمنع إجراء الانتخابات في الموعد لأنه البرنامج الحكومي الذي قدمه السيد الكاظمي أثناء التصويت عليه كان بفقرة التي هي تخويله لتحديد موعد للانتخابات المبكرة صادق على هذه الفقرة البرلمان العراقي فبالتالي لا أكون مسوي قانوني ماذا عن من يقول سيد شكر بأن هناك بعض الكتل السياسية وأن قرار الحسم موضوع تأجيل هذه الانتخابات قد اتخذ ولكن يراد منه إسناد المسؤولية إلى المفوضية حتى تخرج الحكومة من طائلة المسؤولية هل هذا دقيق؟ ليست الحكومة ليست الحكومة عزيزي المشكلة في الكتل السياسية المتمثلة بالبرلمان العراقي يعني المشكلة بالبرلمان العراقي البرلمان العراقي هو الذي طبعا نهمه كله حتى لا نظلم النواب يعني جزء كبير من البرلمان العراقي بالإضافة إلى سيد رئيس البرلمان يدعمون باتجاه تأجيل الانتخابات هسا جوز يردون يعوضون النقص الذي صابهم جماهيريا جوز أكفت مشكلة ثانية محتمل يكون قضايا فساد محتمل يكون قضايا تلاعب هذا كله ولكن اللي يضغط على المفوضية اليوم هو الكتل السياسية المتمثلة بالبرلمان العراقي وذات الكتل هذه سيد شكر التي نتحدث عنها اليوم حتى ولو أصرت الحكومة على إجراء الانتخابات وأبدأت المفوضية لاستعداد نقطتان تعيق هذا الموضوع حل البرلمان لنفسه قبل شهرين وقانون المحكمة الاتحادية واكتمال نصابها أليس كذلك؟ قانون المحكمة الاتحادية والموازنة ممكن أن البرلمان إذا قرر يحل نفسه البرلمان في الشهر الرابع وهي المدة الدستورية أو شهر الثالث وهي المدة الدستورية اللي المفروض يحل نفسه قبل الانتخابات بشهرين أو ثلاث ممكن أن ينهي موضوع الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية إذا كان البرلمان العراقي ونوابه مصممين على إنهاء هذا الملف ولكن ممكن يتحججون بالتأجيل بسبب العطلة التشريعية وغير العطلة التشريعية لتسويف قضية الانتخابات اليوم النواب أو الكتل السياسية اليوم تبحث على أي يوم زيادة يطول في عمرها حتى تبقى محافظة على مكاسبه بالتالي الضرر يجيها من الانتخابات المبكرة وهي تعي تماما أنه اليوم القاعدة الجماهيرية العريضة في العراق ستذهب لانتخاب الشخصيات الوطنية المستقلة ولن تعود لانتخابهم فلن يكونوا في البرلمان القادم أسماء كبيرة ستغيب عن البرلمان القادم وهذا ما يعوهم تماما فلذلك يبحثون عن أي متسع الوقت للبقاء على مناصبهم والبقاء على مكاسبهم من بغدال كان معنا المحلل السياسي شكرا جزيلا لوجودك معنا